رجعت تتوسع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتترافق مع تهديدات لناتانياهو مسؤولين إسرائيليين تانين شو آخر تطورات هيدا التهديدات؟ رح نخبركم بالمواقف بآخر 48 ساعة طلب بنيمين نتانياهو من جيشه يتحضر ليغير المعادلة بالشمال على حدود مع لبنان وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوقف جالنت أنه الاحتلال رح ينقل مركز التقل العسكري على الشمال وأكد رئيس حزب الاتحاد الوطني بني جانس أنه دقت ساعة الحسم بالشمال من بعد ما التقى وزير الخارجية لأمريكي النائب بحزب اللي كود ناسيم فاتوري قال أنه الحرب مع لبنان صارت مسألة ساعات على الأرض الترجمة تهيد المواقف باعتداءات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان والبقع والنبطية بغارات عنيفة استهدفة بيوت وأحياء سكنية أو عمليات اغتيال محددة بغارات ضد سيارات أو مطيات وللمرة التانية بأقل من أسبوعين زار قائد عسكري أمريكي رفيع شمال إسرائيل للاطلاع على أجواء الجبهة والاستعدادات بالمقابل رجع الإعلام الإسرائيلي والغربي يحذر من مخاطر توسيع الجبهة بين إسرائيل ولبنان أو حتى بين إسرائيل وإيران خصوصي مع الحكي عن انهيار المفاوضات وصفقة التبادل بغزة وبتقول بعض التحليلات أنه كل هذا التصعيد الكلامي والميداني بيبقى مضبوط وهدف نتنياهو منه تمرق الوقت لموعد الانتخابات الأمريكية بلك بيقدر يحقق أهداف ضد حزب الله وإيران بدعم أمريكي إضافة إن كان عبر اتفاق أو معركة جي